بسم الله الرحمن الرحيم كيفية استلام الواجب من الطالب ورصد العلامة الذهاب إلى المساق الدرجات نذهب إلى الواجب تظهر لنا صفحة الواجب من ضمن عدد الطلباء الذين سلموا الواجب نذهب إلى view all submissions نرى الطالب والواجب نضغط هنا للتنزيل الواجب لوضع درجة الطالب نضغط على درجة تظهر لنا الصفحة التي يجب أن نضع في علامة الطالب يمكن أن تكون من 10 يمكن أن تكون من 5 يمكن أن تكون من 100 لتغيير العلامة نرجع إلى صفحة المقرر نذهب إلى الواجب لنغير العددات إذا لم تظهر لنا إيقونة التحرير نضغط على تشغيل التحرير نذهب إلى الواجب حرر تغيير العددات نذهب إلى الدرجة نختار خلال point نقاط maximum grade مش 10 نمكن نخليها 5 نذهب إلى حفظ العودة للمقرر نرجع إلى مكان العلامة نجد أن الدرجة قد تم تغييرها إلى 5 درجات نضع علامة الطالب مثلا 5 لو أردنا أن نبين للطالب لماذا وضعنا على العلامة هذه يوجد feedback comments يظهر للطالب مثلا نكتب الواجب كامل أو النقاط النقص في الواجب ونذهب إلى حفظ التغيير أو حفظ ثم إظهار التالي حفظ التغيير نرجع إلى العلامة وهكذا تم رصد العلامة واستلام الواجب من الطالب وشكرا